لليوم السابع على التوالي يستمر إغلاق حقل الناصرية النفطية من قبل متظاهري عشائر لبدور غرب الناصرية للمطالبة بتشغيل أبنائهم في الشركات العاملة هناك ناس عطالة ناس ما عدتها الشغل ناس يعني قاعدة عن الشغل وهذه ديرتنا وهذا حقنا نريد أصحاب القرار تحضر وتشوف مطالبنا وتنفذ مطالبنا وإحنا متظاهرين سلميين إلى ذلك أغلق خريجو كليتي العلوم والهندسة المطالبين بالتعيين على ملاك وزارة النفط مبنى شركة نفط ذقار وفرع شركة توزيع المنتجات النفطية مهددين بالتصعيد في حال لم يتم الاستجابة لمطالبهم مطالبنا هي التعيين والوظيفة بكل بساطة نحن نطالب الحكومة المحلية والحكومة المركزية المتمثلة بالسيد مصطفى الكاظمي أن يسمع صوتنا وعلاه بيت الاستعداد إلى أن نقف أكثر من هذه المدة إن شاء الله كفانا تهميش كفانا مماطلة وتسويف وعود كاذبة الحكومة المحلية في ذقار أكدت أن المؤسسات النفطية تتبع في إدارتها وزارة النفط الاتحادية مشيرة إلى اتخاذها إجراءات إدارية مع أمانة مجلس الوزراء لتوفير فرص عمل للخريجين وأبناء العشائر من خلال مكتب التشغيل الذي استحدث مؤخرا في قضاء البطحاء الذي يقع ضمن حدوده حقل الناصرية النفطية قمنا بتشكيل مركز التشغيل أو مكتب التشغيل التابع للمنطقة نفسها التي تخص حقل الطائعة بالأخص هي الأمور التي تخص الحكومة الاتحادية باعتبار أن نغطع نفطه وغطاع اتحادي ولكن قيام الحكومة المحلية بهذه الإجراءات هي ضمن حدود صراحياتنا ولكن نتمنى من الحكومة الاتحادية اتخاذ إجراءات بخصوص توفير الوظائف للمواطنين أو فرض الأمن بالنسبة للحقل النفطي وعلى خلفية هذا التصعيد أعلنت وزارة النفط إيقاف العمل بحقل الناصرية ومحطة عزل الغاز في منطقة الإكتعى غرب المحافظة فضلا عن إرسال قوة من الجيش العراقي للتمركز هناك تحسب لأي طارئ تصعيد احتجاجي من قبل المتظاهرين المطالبين بتوفير فرص عمل في المنشآت النفطية نتج عنه إغلاق ثلاث منها في وقت تحمل فيه الحكومة المحلية نظيرتها المركزية مسؤولية حل هذه المشكلة علي العتابي الحراء ذيقار ترجمة نانسي قنقر